نجحت سياسة مملكة البحرين الاقتصادية التي ترعاها خطة التعافي الاقتصادي في تحقيق المملكة نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتي أعلن عنها التقرير الاقتصادي للمملكة للعام 2022 مملكة البحرين تعمل جاهدة على تعزيز تنوع بيئتها الاقتصادية وخلق شراكات متواصلة مع الأسواق العالمية لزيادة التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أوسع للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات تمضي مملكة البحرين قدماً في تعزيز تنوع بيئتها الاقتصادية وانفتاحها على الأسواق العالمية فسجل اقتصاد مملكة البحرين وفقاً للغة الأرقام التي أعلن عنها التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2022 نمواً ملحوظاً خلال العام المنصر على صعيد الأداء الاقتصادي والتي عكستها المؤشرات حيث سجلت في بعض القطاعات نتائج غير مسبوقة في تاريخ البحرين منها مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التابتة بنسبة 83.1% وهي الأعلى في تاريخ البحرين وتعكس الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في عام 2022 بالأسعار الثابتة وهو أعلى نمو منذ عام 2013 فيما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو منذ عام 2022 متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية ضمن خطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي عبر قطاعات المملكة المختلفة من خلال اقتراح المزيد من المبادرات إلى جانب توفيرها لفرص استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد